بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه سلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعتبروا بما يجري في الليالي والأيام من المداولات بين الحق والباطل والهدى والضلال حكمة الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليمحِّص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فما زال الحق والباطل من قديم الدنيا إلى آخر الدنيا وهما يتصارعان ولكن العاقبة للتقوى الله جل وعلا قد يعطي الكفار إدالةً على المسلمين لأجل استدراجهم ولأجل تطهير المسلمين وتنبيههم على أخطائهم وعيوبهم حتى يتنبَّهوا ويُصلِحوا شأنهم ثم تعود لهم العزة والرفعة في الدنيا والآخرة وما جرى على الرُّسُل عليهم الصلاة والسلام مع الكفار مما قصَّه الله في كتابه فيه أكبر عبرةٍ وعِظة للمعتبرين ومن ذلك ما جرى على موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين من فرعون وقومه وتكبُّره عليهم وطُغيانه واحتقاره لهم واغتراره بما آتاه الله من المُلك حتى ادَّعى الربُّو بيه فقال أنا ربُّكم الأعلى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إلهٍ غيري هكذا يبلغ الطُّغيان بالإنسان فماذا كانت العاقبة دمَّره الله هو وقومه ودمَّر ديارهم وقصورهم وأورثها للمسلمين المؤمنين الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لا يغفُل عن عباده فإنه سبحانه وتعالى يُمهِل لكنه لا يُهمِل ويملي للظالم حتى إذا أخذَه لم يُفلِتُه وكأيٍّ من قريةٍ أمليتُ لها وهي ظالمة ثم أخذتُها وإليَّ المصير ولا يحسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيزْدَادُوا إِثْمًا ولهم عذابٌ مُهِين فهم إذا ظفروا بشيءٍ فرِحوا به وبطِروا تكبَّروا والمؤمنون إذا أصابهم شيءٌ إذا أصابهم نعمةٌ شكروا وإذا أصابهم بلاءٌ صبروا فكان ذلك خيرًا لهم عاجلاً وآجلاً والعاقبة للمتقين وقد تكفَّل الله جل وعلا بنصر رسله وعباده المؤمنين قال تعالى إِنَّا لَنَنْصُرُوا رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُوا الْأَشْهَادُ فَتَكَفَّلَ اللَّهُ بِنَصْرِهِمْ لكن قد يبتليهم وقد يُدِيل عدوهم عليهم وقد يتأخر النصر لكن العاقبة لهم في النهاية حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى وبينما فرعون بطغواه وبينما هو في كبريائه وجباروته يقول سنقتل أبناءهم لما قال له قومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وقد حصل هذا دمر الله فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وأورث موسى وقومه وقومه الأرض من بعدهم وتحقق نصر الله سبحانه وتعالى ووعده الصادق وهكذا سنة الله جل وعلا في خلقه الأولين والآخرين فالمؤمنون فالمؤمنون لا ييئسون ولو أصابهم ما أصابهم بل يتمسكون بدينهم ويعملون الأسباب يعملون الأسباب لنصرهم على عدوهم وينتظرون والله سبحانه وتعالى مع الصابرين هذه سنته سبحانه وهذا وعده الذي لا يتخلى فما أصاب موسى وقومه من بني إسراء من فرعون وقومه ما أصاب موسى وقومه من فرعون وقومه مع أن موسى كلم الله رسول الله وقومه هم خيرة أهل الأرض في وقتهم من ذرية إسرائيل وهو إعقوب عليه السلام ومع هذا ابتلاهم الله بفرعون وقومه ولما صبروا وجاهدوا في سبيل الله جاءهم النصر من الله بأيسر سبب ما هو إلا أن جمد الله البحر لهم فدخلوا فيه آمنين مطمعين في شوائر يابسه جعله الله فرقا بقدر أسباط بني إسرائيل يابسه طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فلما تكامل خارجين وتكامل فرعون وقومه داخلين في البحر أطبقه أطبقه الله عليهم فأغرقهم عن آخرهم وبنو إسرائيل ينظرون إليهم هكذا سنة الله جل وعلا ووعده الذي لا يتخله أبدا ولكن هذا يحتاج من المؤمنين إلى الصبر ويحتاج من المؤمنين إلى اليقين ويحتاج إلى المؤمنين من بذل الأسباب النافعة والله جل وعلا لا يخلف وعده الله جل وعلا لا يخلف وعده أبدا ولو تأخر لحكمة من الله فإنه لا بد يأتي نصر الله عز وجل ماذا جرى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أذى قومه وتطاولهم عليه ووقوفهم في وجهه حتى هاجر من بينهم إلى المدينة ووجد الأنصار الذين حموه وآزروه ونصروه وآووا أصحابه وفي سنين قليلة جاء صلى الله عليه وسلم بجيش جرار بعشرة آلاف مجند من جنود الله مدججين بالسلاح فدخلوا مكة فاتحين ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومكنه من رقاب أعدائه ما هي إلا سنوات وكان قبلها قد خرج ثاني اثنين هو وأبو بكر الصدق إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السهلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هذه سنة الله مع الأولين والآخرين ثم إن المسلمين إذا نصرهم الله إنهم يشكرون الله عز وجل يشكرون الله على نعمته ويعرفون نعمة الله عليهم ويعترفون بها فلما نصر الله موسى عليه السلام وقومه صام هذا اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم صامه شكرا لله عز وجل فصامته بنو إسرائيل من بعده وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وأخبر أن الله يكفر به ذنوب السنة الماضية وهذا فضل عظيم وهذه سنة الأنبياء والمؤمنين أنهم عند النصر يشكرون الله عز وجل ويعبدونه ولا يحدثون في يوم النصر فرحا وبطرا وهتافات ويحدثون فيه أعيادا جاهلية ما يحدثون هذا في يوم انتصارهم كم انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم من الانتصارات ولم يحدث هذه الترهات والأباطية إنما يحدث شكر الله عز وجل وطاعة الله عز وجل هكذا انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر وانتصر في حنين وانتصر في غزواته صلى الله عليه وسلم ولم يحدث في واحدة منها ما يحدثه الجهال إذا ضفروا بشيء من النصر من الكبرية والغرور بل يحدثون الشكر لله عز وجل وفي ختام أمره صلى الله عليه وسلم قال الله له إذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه ماذا يحدث الرسول عند ذلك هل يحدث الأشر والبطر لا بل قال الله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أمره الله أن يسبح بحمد ربه عز وجل وأن يستغفر استغفر ربه ولا يغتر بهذا النصر ويقول هذا أنا حصرت عليه بجهادي وبقوتي بل يعتبر نفسه مقصرا في حق الله وفي شكر الله فيستغفر ربه عز وجل إنه كان توابا هكذا هدي الإسلام في أيام الله عز وجل مع عباده فقال الله الجميع لما يحب ويرضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستلعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن النعم تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى تقييدها بشكر الله عز وجل والاعتراف بفضله في هذا اليوم يوم عاشور ماذا عمل المسلمون فيه صامه موسى عليه السلام وصامه بنو إسرائيل وصامه محمد صلى الله عليه وسلم وصامه المسلمون اعترافا بنعمة الله وشكرا لله عز وجل أما طائفة من الناس فإنهم يعتبرون هذا اليوم يوم حزن يعتبرونه يوم حزن فيظهرون الجزع والسخط تسخط يضربون أبدانهم ويشقون جيوبهم ويلطمون خدودهم في هذا اليوم ويكررون هذا في كل عام في كل عام يكررون هذا ويقولون إنه اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه نعم قتل فيه الحسين رضي الله عنه والحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي جليل سيد شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومقتله مصيبة على المسلمين ولكن المسلمون قابلون هذه المصيبة بالصبر والاحتساب وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لا ترهون أن هذا من الله وأنه ما أصابهم إلا بذنب فيتوبون إلى الله عز وجل هكذا شأن المسلمين مع النعم ومع النصر أما أن يجزع على المصيبة مثل مصيبة قتل الحسين ويظهر أمور الجاهلية من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوة الجاهلية فهذا مما حرمه الله ورسوله وليس هذا من دين المسلمين بينما فريق ثالث تبرون يوم عاشور يوم عيد يجعلون فيه يكتحلون يتزينون وينبسطون فيه بالنفقة ويجعلونه عيدا وهذا لا أصل له لا أصل له كل هذا لا أصل له لا الجزع ولا التوسع في النفقة والتزين كل هذا لا أصل له الأصل الصحيح هو صيام هذا اليوم وهو هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهدي المؤمنين وهكذا المسلمون ولله الحمد يصومون هذا اليوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحدثون فيه شيئا آخر فاتقوا الله عباد الله اقرأوا تاريخكم وتأملوا فيه واعتبروا بما جرى ويجري ليكون ذلك عبرة وموعظة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هكذا المسلمون يستفيدون من الوقائع والحوادث التي قصها الله علينا في القرآن وقصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا للتسلية لا للتسلية وللطلاع فقط طلاع على التاريخ يقولون لا بل بل لأجل 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 الاتعاض والاعتبار بما جرى ويجري حتى نحذر من العقوبات ونستكفر من السيئات من الحسنات ونتوب من السيئات هذا هو شأن تاريخ الإسلام ثم معلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضى اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ظالين ولا مظلين اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وأصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم